Another Destruptive Technique 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 بنشيل البيلاوية شيث نبقى فيها من جوه بالون بنحقن البالون علشان تتنفخ بعد كده نسحبها لبرة بحيث انها تبقى ولكو قابتد على الول بالمنظر ده فيه نوعين من الجاسترو فيه منها نوع اللي هو بيبقى طويل كده شوية وفيه نوع بيبقى اسمه لو بروفايل اللي هي بتبقى عبارة عن يدوبك حاجة صغيرة على البطن من برة ما تبقاش ظهر دي منظرها بالسيتي طيب السؤال هنا لو هي الموضوع بالسهولة ده ليه مشهور جدا بتعامل بالاندوسكوب وما فيش حد تقريبا بنسمعه بيتكلم انه بتعامل برديورجي او حاجة قليلة جدا هل ده ممكن يكون سببه ان ده انفنشن لسه جديد لا ده مش مزبوط ده تقريبا معمولة من 1981 يعني سنة واحدة بعد ما تم اختراع البي اي جي طيب هل ليها انديكيشنز رير شوية او مختلفة فيه ستادي من سنة 2009 كان عملها ايمي جالاسكي الريزونز فور انسرشن هم هما هم في الاثنين تكنيك فيه بس شوية انكلينيشن ان البي ار جي اللي هي الريديولوجيكال بتستعمل في حالات الكانسر لما يكون فيه ماس او فيه حاجة عاملة اوبستركشن للطريق من ناحية الموث طيب يمكن هي بتاخد وقت طويل مقارنة بالبي اي جي سنة 2019 في ستادي عملها بارك بيقول ان البروسيجر ديوريشن بالنسبة للريديولوجيكال في الحقيقة اقل كتير عن الريديولوجيكال بالنسبة للبي اي جي طيب يمكن يكون الكمبليكيشنز بتاعتها اكتر 2022 عصمان الفضيل زي ما احنا شايفين الكمبليكيشنز ريت تقريبا متشابهة ما فيش ستاديسكال سيجنيفكنس ما بين الاثنين طيب يمكن تكون اغلى 1995 بي وولمن كان قايل ان الريديولوجيكال جاستروسمي تكلفتها 4500 دولار البي اي جي الفين وشوية يعني تقريبا نص السعر اوكي يبقى يمكن يكون هو ده السبب يمكن ده السبب زمان اول ما تم اختراع التكنيك لكن برضو في جالاسكي 2009 موضح ان الكوست بتاع البي ار جي قل كتير عن البي اي جي وقل كتير عن زمان وده كان من 2009 فظني ان ممكن لو فيه ستاديس اجدد ممكن تلاقيه ارخص كمان طيب يمكن الافيكت بتاعه اقل بالنسبة للبي اي جي برضو عثمان الفضيل 2022 كان قايل الكونكلوجيكال اي جي برضو عثمان الفضيل اي جي برضو عثمان الفضيل كان يظهر ان يكون اي جي برضو عثمان الفضيل وده كان الاندوميزة يعني ايه نان انفيريور يعني ما فيش واحد من التكنيكس احسن من التاني الاتنين الريزلس بتاعتهم تقريبا زي بعض طيب يبقى اي السبب طيب ايه اللي مخلي ده مور كومان عن التاني كان الكلام واضح من وولمن سنة 1995 الجملة الاخيرة بيقول ان هذه الاتنين يمكن ان تقريبا على الاندوميزة بمعنى اصح ان من زمان البيشنت لما بيتقال عايزين نعمله جاستروستومي بيحولوه على طول على الاندوسكوبيس فالاندوسكوبيس الحاجة اللي هما بيعملوها هي ايه الاندوسكوبي فبيعملوها بالتكنيك ده لو نفس البيشنت ده حصلوا ريفيرل الانترونيشن الراديولوجي سنتر هنقدر نعمله التكنيك الراديولوجيكال وهيطلع بنتيجة ممتازة بدون اي فرق طيب يعني تفرق في ايه بقى اذا كان البي اي جي مقدي اداة ايه الفكرة اللي احنا بنحاول نوصل لها ان البي ار جي ايزير ايه تحتاج الوقت ايه وانها ممكن تكون شيبر طيب ممكن تتعمل برضو في البيت سايد في الاي سي يو لان اغلب الاي سي يو دلواتي فيها سونار وفيها فيها سي ارم وده كل اللي انت محتاك تعمله البي ار جي ده جود الالترنتيب لو الاندوسكوبي حصل فيه مشاكل لو كان نوت افيلابل لو كان بيشنت هاي ريسك بالنسبة الاندوسكوبي لو كان كونترا انديكايتد طيب هل ده اللي انا بقوله ده معناه ان البي ار جي احسن من البي اي جي لا ما بنقولش الكلام ده وزي ما قلنا ان هما الاتنين نان انفيري والاتنين يعتبروا بدايا كويسين لبعض في الحقيقة الاندوسكوبي فيه سيفرال اكسيسوري ادوانتيجي مثلا ممكن تعمل دايريكت فيجيوليزيشن للبومبر من جوه في حاجة اسمها باريت بومبر سندروم الريديولوجي ما يقدروش انهم يحلوها لازم اندوسكوبي ممكن مثلا وكان فيه فاريسس في الطريق فالاندوسكوبي هو نازل عالج الفاريسس ففيه بردو ميرتس مهمة للبي اي جي طيب احنا احنا هنا كريديولوجيس او احنا ناس كحاضرين المؤتمر النهاردة ايه اللي احنا محتاجين نعمله اولا في مصر هي فيه مشكلة صغيرة ان الست دي اللي هي البي ار جي بالوصف اللي انا وصفته لسه مش موجودة مش متوفرة في مصر طيب ليه مش متوفرة في مصر لان ما فيش ديماند مطلوب من الشركات انها توفرها طيب فالمشكلة دي سببها ان ما فيش ديماند ان احنا اغلبنا كريديولوجيس مش اوير انها موجودة فاللي احنا بنحاول نعمله النهاردة بنوضح يا جماعة تكنيك ده موجود عشان الناس تبتري تطلب تبتري تواصل مع الفيزيشنز عندهم تبتري تواصل مع الشركات فالشركات تحس ان فيه كريديكل نومبر طلبينه فيبتري يتوافر بس انا كده خلص رو عمر شكورك جدا وبعين وبعين